الانتخابات أعضاء برلمان نظام الأسد تكثر رسائل الإشمئزاز والسخرية التي يبعث بها المسؤولون الدوليون إلى هذا المجلس وأعضائه وخصوصاً أنها التجري والبلد مدمر بشكل شبه كامل وأكثر من نصف شعبه إما لاجئ أو نازح والبقية الباقية خاضعة لسيطرة النظام الأسد تعاني الجوع والفقر ولا تملك من أمرها شيئاً المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري يصف هذه الانتخابات بالحقيرة والمستفزة متواعداً النظام بإجراءات اقتصادية وسياسية مشددة معتبراً أن إجراء الانتخابات في ظل هكذا ظروف هو دليل آخر على أن الأسد غير مهتم بالشعب السوري ولا ينوي إطلاقاً إجراء انتخابات نزيهة أو حرة الإجراءة التي وعد بها جيفري تعتبر تفعيلاً أكثر حدة لقانون قيصر الذي أربك نظام الأسد بمجرد الإعلان عنه فكيف إذا طبق بكامل بنوده وباعتراف النظام الأسد فإن من شاركوا بالتصويت لم يتجاوزوا 33% من الشعب السوري في حين تكشف نتائج الانتخابات عن فوز مرشحين معروفين بالموالاة للنظام الأسد وبعيدين كل البعد عن الشعب المسحوق ومن بين هذه الأسماء حسام قاطرجي رجل الأعمال الداعم للنظام والقيادي في ميليشيا الدفاع الوطني فاضل وردة وعلى ذلك قص من دمى لا تجد إلا التهريج والتصفيق لرأس النظام بعيداً عن الشارع المعارض حتى الموالون لنظام الأسد أطلقوا سيلاً من السخرية على هذه الانتخابات مقرين بحقيقة عدم تمثيل البرلمانيين لهم حيث أنهم لا يلبون أدنى متطلباتهم انتخابات لمجلس شعب مغيب عن الساحة السياسية في سجن كبير سماه حراسه سوريا الأسد